السلام عليكم زائد جيب تربيع 75 احنا اللي بنعرفه اللي بنعرفه جيب تربيع زائد جتة تربيع جيب تربيع للزاوية اي زاوية زائد جتة تربيع نفس الزاوية بساوية واحد سميناها هاي المتطابقة الام لكن هنا النسبتين والزاويتين مختلفتين يعني هنا جيب تربيع وهين جيب تربيع يعني بدنا واحد يجيب واحد يجتة هذا اولا اثنين الزاويتين مختلفتين واحد خمسطعش وواحد خمسة وسبعين لكن عنا ملاحظة انه هدول الزاويتين لو جمعتهم بعطيك تسعين درجة شو يعني هذا الكلام انه هدول متتامتين تمام اذا واحدة منهم جيب الخمسطعش ممكن اعملها هاي جيب الخمسطعش جيب تربيع الخمسطعش زائد هاي جيب الخمسة وسبعين ممكن اعملها جتة الخمسة وسبعين جتة الخمسطعش شوفوا جتة الخمسطعش ربيعها لانه هي اصلا هون مربعة كمان مرة جيب الخمسة وسبعين يساوي جتة الخمسطعش لانه هذي قاعدة عنا هذي القاعدة اللي احنا بنحكيها جيب اي زاوية يساوي جتة متممة هذه الزاوية اللي بيتممها لتسعين درجة بهاي الحالة اللي ما يكون انا عندي خمسطع خمسة وسبعين هاي هنا خمسة وسبعين هين تسعين ناقص خمسة وسبعين تسعين ناقص خمسة وسبعين خمسطعش اذا صارت جيب الخمسة وسبعين تساوي جتة خمسطعشر درجة وبالتالي ايش بتساوي هاي؟ واحد نعم في هذا السؤال صفحة أربعة و تسعين يقول جدي القيمة العددية لكل من المقادير الاتية دون استخدام الآل الحاسبة دون استخدام الآل الحاسبة أول حاجة نسويها في مثل هذا النوع من المسائل أن نبحث عن الزوايا هاي تسعطاش واللي جنبها إذا كانوا نسبتين جنب بعض يعني جتة جيب تسعطاش واحد وسبعين اجمعهم اتنتين بيطلعوا تسعين شو يعني هذا الكلام يعني أنا لو مسكت هاي هنا وقلت هاي تلاتة ضرب الجتة التسعطاش هي جيب الواحد وسبعين حسب القاعدة هاي اللي حكناها قبل شوي هاي واضح يا شباب تمام إذن هاي شو بتصير جيب الواحد وسبعين بدل جتة تسعطاش ناقص تلاتة جيب واحد وسبعين صارت سهلة الجواب صفر تلاتة جيب واحد وسبعين ناقص تلاتة جيب واحد وسبعين هذا المقدار نفس هذا المقدار الفرق بينهما صفر نعم طيب ماذا عن فرعباب فرع ألف خلصنا فرعباب يقول جتة تربيع تلاتة وثمانين درجة زائد جتة تربيع سبعة هاي تذكرنا بالمتطابقة الأم كمان مرة جيب تربيع الزاوية ها زائد جتة تربيع الزاوية هاي يساوي واحد طيب أنا عندي جتة تلاتة وتمانين شو بعملها بعملها جيب بس جيب المتمم إلى تلاتة وتمانين اللي هي هاي تلاتة وتمانين زائد سبعة تسعين إذن متمم تلاتة وتمانين للتسعين سبعة بما إنها مربعة إذن بحط تربية أنا حولت الجتة تربية تلاتة وتمانين إلى جيب تربيع سبعة لأنه السبعة والتلاتة وتمانين مجموعهم تسعين زائد بخلي القسم الثاني هذا زي ما هو جات تربيع السبعة تساوي لاحظ جيب تربيع الزاوية سبعة زائد جات تربيع الزاوية سبعة يساوي واحد تمام نيجي لها فراجين ظل 34 ضرب ظل 56 فورا بجمع هذول الثنتين مجموعهم تسعين درجة صح بما انه مجموعهم تسعين اذا ظل ال34 ضرب ظل هاي ال56 اتمامتها للتسعين 34 صح اذا هاي ايش هي بتصير 90 ناقص ناقص 34 30 لاحظ كمان مرة بدي اشتغل باللون الاحمر عشان توضح المسألة اكثر 90 ناقص 34 تساوي 56 درجة يعني هاي هي اصلا 56 من هنا انتبه فاحنا حولناها الى ظل 90 ناقص 34 هذه كلها شو قلنا عنها يا شباب تساوي واحد كلام لطيف طيب نرجع للون الاسود اخر فرع جتا 48 و جيب 42 بالفعل انتل وجمعت الزاويتين هدول 48 و 42 و 42 بطلع 90 درجة اذا هذه الجتا اللي فوق بحكي عنها جيب لانه جيب المتممة شو متممة 48 42 على جيب 42 جيب 42 على جيب 42 كم بطلع واحد تمام وفي هذا السؤال الموجود في صفحة 110 يقول افتح كتابك انت على صفحة 110 عشان تشوف الكلام اوضح من هيك الصورة صغيرة بس يلا تحملونا يقول الفرع الثاني جيب 24 درجة على جيب 66 يساوي اي واحد من هدول هلا هذا جيب 24 درجة على جيب 66 درجة الان هدول الزاويتين يجمعهم 24 و 66 بطلع 90 درجة طيب انا لو خليت اللي فوق زي ما هي هاي جيب 24 اوعد تستعمل الحاسب ملاش نلزوم ملاش نلزوم هنا ملاش نلزوم هنا ملاش الحاسب حلت انها مشاكل كتير بس هنا ما بنا نستخدم الحاسب نستخدم المتطابقات اللي تعلمناها انا وياك جيب 66 حتى ان نحط زاوية 24 يا جماعة لما اخلي الزاوية زي اللي فوق هذه جيب 66 بصير جتا 90 ناقص 66 على جيب المتممة الان القانون اللي عندي المتطابقة يعني جيب جيب الزاوية ها يساوي جيب تمام المتممة ها 90 حط هين 66 يلا وحط هين 66 بالله انك تطرح 90 ناقص 66 اطرح 66 من 90 شو بطلع معك 24 24 طب ايش بذكرك هذا جيب 24 على جتا 24 بذكرك جيب على جتا ظل ظل مين ظل الـ 24 موجودة هاي عنا آيات ظل الـ 24 درجة تمام خلاص طيب خلينا نمسح انا وانتو عشان نشتغل في الفراء الثاني فراء ثلاثة ايش بيقول القيمة العددية للمقدار اللي امامنا هذا كم تساوي واختار الاجابة الصحيحة هذه اعتقد انا في تمرين المراجعة يلا يا ابطاف جيب 30 على جتا 60 طلع جيب على جتا بعطيني ظل ولكن الزاويتين مختلفتين يعني انا عندي جيب لاحظ 30 على جتا الـ 60 هو لو جيب على جتا بعطيني ظل المية في المية لكن اذا تساوي الزاويتين هدول يعني جيب 30 على جتا 30 اه ظل التلاتين لكن هدول مختلفتين الزاويتين اذا بخلي واحدة منهم تتم من الاخرى مهم متنتين متتمتين هلا انا عندي جيب 30 خليها جيب 30 فوق هاي جيب 30 مش 300 هاي 30 على جتا الـ 60 هي نفسها جيب 30 لاحظ ان احنا عملي من اول الدرس احنا بنشتغل على هذا القانون جيب الزاوية يساوي جتا متممتها لاحظ اذا هذول الثنتين لو جمعتهم وهذه 90 جتا الـ 60 يساوي جيب 30 اذا جيب 30 على جيب 30 يساوي واحد تمام هذه كلها اذا صارت تساوي واحد طب ظل الـ 45 معلوم انه ضل الـ 45 كمان يساوي واحد اذا واحد هاي هذي واحد من هين خلينا اشتغل بالاحمر والله الاحمر حلو الالوان تفتح النفس لكل اشي هاي ضل الـ 45 ايضا واحد صحيح طيب تمام واحد زائد واحد نجيب واحد من طلاب الـ كي جي ون يقول واحد زائد واحد يساوي اتنين وين وفي هذا السؤال يقول جد القيمة العددية للمقدار الات هو كان فيه اكثر من فرع بس احنا بهمنا هذا الفرع الان جت 55 ناقص جيب 35 صفحة 111 على نفس القاعدة ايها الاعزاء على نفس القاعدة جت 55 اعطيني حسب القانون جت 55 يساوي جيب المتممة لها 35 درجة تساويها اذا هاي بكل بساطة ممكن باللون الاحمر احط محل جت 55 جت 55 جيب 35 هلأ جيب 35 ناقص جيب 35 الجواب هنا بيعطيني الصفر ايها الاعزاء كان القاء لطيفا اسعد الله صباحكم واللقاء اخر قريب باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا